اشتركوا في القناة 16 شخصا جرأ حديثة سير شهدها شارع محمد الخامس بين سيارة أجرى صغيرة وحافلة النقل المدرسي ووفق مصادر بلادون 24 فإن الاستيضام بين سيارة الأجرى الصغيرة وحافلة النقل المدرسي أصفر عن إصابة 16 شخصا من بينهم 12 ميذا وسائق الحافلة ومرافقتين معها بالإضافة إلى سائق سيارة الأجرى وكانت الإصابات خفيفة حيث جرى نقل المصابين إلى مستعجلة المستشفى الجيوي من أجل تلقي العلاجة الضرورية قبل أن يغادر المستشفى وزرفته تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة تحت إشراف النياب العام المختصة بالمحكمة الابتدائية لابن ملال ترجمة نانسي قنقر